انتهينا من النصف الأول من رجب واستقبلنا النصف الثاني من رجب وفي النصف الثاني من رجب تلوح إلينا ذكرى الإسراء والمعرق هذه الذكرى العظيمة والحدث الجليل الأجل الذي لم يحدث لنبي قط حال يقضته حدث للأنبياء مثله ولكن مناما ولكن لم يحدث لغير نبينا يقضة بجسده الأرض يطأ به السماوات العلا صلى الله عليه وآله وسلم ويرى بعيني قلبه وعيني بصره بل بكل عين في جسده مولاه الذي تولاه في مقام قاب قوسين أو أدنى هذه الحادثة التي تدلك على عظم قدر هذا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم عند مولاه أسرى به وعرج به والذي أسرى به هو الله والذي عرج به هو الله فإذا كان الله هو الفاعل فلا تسأل عن كيف أو متى وكيف يتحمل وكيف وكيف يحمله إلى حيث لا هواء ويحافظ على حياته والإنسان البشري لا يتحمل أن يخرج عن الغلاف الجوي وإلا اختنق وماته والنبي صلى الله عليه وسلم يخترق به السبع الطباق حيث لا هواء وحيث لا ماء ويستمر حيا كما هو يتكلم ويناقش ويسأل جبريل وجبريل يجيبه وينظر وتسلم عليه الملائكة ويسلم عليها ويصلي بهم في البيت المعمور في أماكن لا يتحمل وجود إنسان بشري فيها تهلك البشرية لا تتحمل هذا ولكن هذه البشرية ليست كسائر البشر بشرية مخصوصة مخلوقة قائمة بالله ليست قائمة بالطعام ولا بالشراب ولا بالهواء ولا بالماء كسائر البشر هو قائم بمولاه ودل ذلك على ذلك منذ صغره حال حادثة شق صدره وهو طفل شق صدره هو ينظر وأخرج قلبه خارج بدنه فما الذي كان يدير دورته الدموية في هذه اللحظة حتى يظل في إدراكه وينظر إلى قلبه خارج صدره وهو ماذا لا حي هو حي بالحي وليس حي بالهواء كسائر البشر فإذا كان هو كذلك في طفولته حال شق صدره وهو على الأرض أفتتعجب كيف يحيى في أماكن لا يستطيع أن يتحملها إنسان حال بشريته فبشريته ليست كسائر البشرية بشرية قائمة بالله كان يواصل الطعام يواصل الصيام ولا يطعم شيء ولا يظهر عليه ضعف ولا يتغير حتى صوته لضعفه لأن الإنسان إذا لم يأكل عدة أيام يضعف صوته ويضعف قوته ويضعف نشاطه فيظهر عليه ولكن كان لا يظهر عليه وأحيانا ينقب الله هذه الخصائص فيه فيشعره بالجوء حتى يظهر أنه لم ينسلخ تماما من بشريته فهو بشر مخصوص فيشعره بالجوء أحيانا بل ربط الحجر على بطنه من الجوء ويغني به الجيش الغفير من قليل الطعام عندما تنتشر المجاعة ولا يظهر عليه أثر الجوء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتقلب بين بشرية قائمة بالله بلا سبب في أحوال كثيرة وبين بشرية قائمة بالأسباب لينقب هذه البشرية المخصوصة فيحجب بهذه الأسباب أهل الحجاب ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق فقالوا هذا رجل عادي يخرج في الأسواق ويشتري الطعام ويأكل ويتزوب وينجب ويفرح ويحزن وينام ويقول ويجرح ويخرج منه الدم فهو بشر معتاد كيف يقول أنه يكلمه ربه فحجبهم بالأسباب البشرية المعتادة لأنه لو لم يظهر هذه الأسباب البشرية المعتادة عليه أحيانا لفتن به الخلق بل عبدوه من دون الله ولكن النبي رحمه لم يأتي فتنة ولا امتحان بل جاء رحمة للخلق حتى ولد بالصورة الطبيعية بحمل وولادة عادي معتاد بين رجل وامرأة كسائر أبناء آدم لم يأتي بصورة غير معتادة يتعجب منها البشر ويفتنوا فيها كما جاء سيدنا عيسى بن مريم فسيدنا عيسى بن مريم جاء من أم بلا أم ولاد فيها فتنة واختبار شديد حتى أن كثير من البشر فشلوا في الاختبار واعتبروه أنه ابن الله أو هو الله على خلاف كبير في مذاهبهم الكافرة لأنهم فتنوا حيث أنه لم يأتي بالسبب المعتاد والنبي وهو أفضل من الكل جاء بالسبب المعتاد حتى لا يكون محل فتنة للخلق فهو رحم في كل أحواله وفي كل صوره صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل أحد أن يفتن به فنقب بشريته القائمة بالله بلا سبب نقبها بالبشرية المعتادة القائمة بالسبب ورفع هذا النقاب الذي يحتاج للأسباب حال شق صدره في شرح الصدر وتكررت أربعة مرات مر وهو عند حليمة في سن ثلاث سنوات وقيل أربع سنوات ومر في حال صباب ومر قبل البعثة والرابعة قبل الإسرائيل والمعراج أربع مرات شق للصدر الشريف حتى يبين البشرية غير المعتادة القائمة بالله مباشرة لا بدورة دموية ولا بنبض قلب ولا بنفس هواء أو غير ذلك ونقبها مرة أخرى هذه البشرية المعتادة حال الإسرائيل والمعراج فانتقل بسرعة الضوء على البراق ومعلوم أن الجسم المكون من كتلة إذا صار بسرعة الضوء تحلل إلى موجات لا تتحمل الكتلة أن تسير بسرعة الضوء إلا وأن تتحمل إلى ضوء والضوء عبارة عن موجات فكيف يسير هو بسرعة الضوء في الأرض من مكة إلى المسجد الأقصى ويكون متماسكا كما هو دل على أنها بشرية غير المعتادة وكتلة غير المعتادة لا تخضع للقوانين البشرية المعتادية ولا لقوانين الأكوان التي خلق الله الأكوان عليه فهو خارج عن هذه القوانين ثم انطلق بعد ذلك في المعراج بسرعة لو كانت بسرعة الضوء ما عاد إلا بعد سبعة ألف سنة بعد سبعة ألف سنة لأن المسافة بين الأرض بين الأرض والسماء الأولى خمسمائة عام بسرعة الضوء وسمك السماء الأولى خمسمائة عام بسرعة الضوء والمسافة بين كل سماء وسماء خمسمائة عام بسرعة الضوء وسمك كل السماء خمسمائة عام بسرعة الضوء فلو كان يسير بسرعة الضوء واخترق السماوات والفراغ بين السماوات لحتاج إلى سبعة ألاف عام حتى يعود ولكن كيف ذهب وعد وفراشه كما هو دافئ كأنه تركه لحظات كيف تم ذلك لا تسأل عن كيف لأنه الذي عرج به هو الله الذي يقول للشيء كن فيكون والذي سرى به هو الله الذي يقول للشيء كن فيكون فخرق قوانين الكتلة والسرعة والمسافة في رحلة الإسراء وخرق كل القوانين في معراجه ليبين لله ويبين الله للعالمين خصوصية هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الإسراء والمعراج إذا كان رؤية منامية ما كانت فتنة ولمحنة للكفار فينكرونها لأن الإنسان لا ينكر عليه منامه فأنت إذا قلت رأيته في المنام أني ذهبت إلى كذا ورأيته كذا وفعلت كذا كله يحتمل لأن المنام عالم آخر ينتقل فيه الإنسان بروحه مع ثبات جسده والروح لا تعرف المسافات ولا الأزمنة ففي لحظات معدودة ممكن أن تذهب الروح وتجيء إلى أبعد الأماكن بل تخترق الماضي البعيد والمستقبل البعيد فترى الماضي والحاضر هذا كله في المنام ولكن لما كانت يقضى حصل الامتحان فأنكرها من أنكر لأنه لو قال رأيتها منام ما أنكروا عليه شيء لكن هو قال أنه ذهب به والله يقول سبحانا الذي أسرى بعبده ولم يقل بروح عبده ولا بنفس عبده لو قال بروح عبده أو بنفس عبده كالتحت من تبقى منام ولكن بعبده والعبد يكون جسدا مع روح ونفسه فالحمد لله الذي اختص حبيبنا بما اختصه ليبين لنا من خلاله أن الله قادر بلا سبب وأن الله قدرته لا تكون بالأسباب بل قدرته تكون بالإرادة إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون دون أن يتعامل مع أسباب ولا يعالج أشياء فيحولها ويشكلها ويغيرها ويجعلها على مراحل فالله سبحانه وتعالى جعل الدنيا عالم الدنيا على المراحل والأسباب لتنتقب القدرة فيه فلا يؤمن به إلا الذي يؤمن بالغيب وكشف نقاب الأسباب عن القدرة لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حال إسرائه ومعراجه وشرح صدره صلى الله عليه وآله وسلم ليبين أنه على كل شيء قدير وأنه لا تتوقف قدرته على سببه فهو يفعل بالسبب وفي السبب وبغير سبب فهو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى وما جعل الأسباب والمراحل والتطورات إلا ليحجب أهل الحجاب كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لما حجبوا بالأسباب في الدنيا عن مولاهم فلم يؤمنوا بالغيوب حجبهم الله عن مولاهم في الآخرة فلا يرونه سبحانه وتعالى ويحجبوا لأنهم اختاروا الحجاب في الدنيا ولم يختركوا حجاب الأسباب إلى الإيمان بالغيوب وأما المؤمن بالغيب في الدنيا وقد اخترك حجاب الأسباب ورأى القدرة فاعلة في السبب ولم يتوكل على السبب بل أخذ السبب تعبدا وعلم أن القدرة هي الفاعلة والله هو الفاعل أعطاه الله الرؤية الحقيقية في الآخرة فالمؤمن لا يحجب في الآخرة عن مولاه يقول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كالشمس ليس معها سحاب وكالقمر ليلة البدر ليس معه السحاب أي في وضوح الرؤية لا في الجهة ولا في الإحاطة أي يبين أنها رؤية واضحة لا يختلف عليها سنان من الوضوح بما كان هذا يكون في الآخرة ثمرت إيمانك بالله من وراء الأسباب وحجاب الأسباب في الدنيا فمن آمن بالله ولم يغتر بالأسباب في الدنيا أوتي الرؤية في الآخرة برفع الحجاب ومن اغتر بالأسباب في الدنيا وحجب بها عن مولاه فلم يؤمن واعتمد على الأسباب كالكفار حجبوا عن مولاه وبالتالي الثواب من جنس العمل فما يقابل الكفر والكفر هو التغطية كفر أي غطى غطى فطرته وغطى القدرة بالسبب فلم يرى القدرة فاعلة فهذا هو الكفر ولذا يسمى الزارع كافر لأنه يغطي البذر بالأرض بتربة الأرض وبالتالي حتى بالإنجليزية كفر كفر يعني غطاء كفر هو كفر فهي في اللغة الإنجليزية كاللغة العربية معناها واحد وهو الغطاء فالذي تغطى بالأسباب فلم يرى الفاعل يسمى كافر والذي كشف الغطاء ببصيرة قلبه وجد الله الفاعل من وراء كل شيء وقبل كل شيء وفي كل شيء فأينما تولوا فتم وجه الله فالحمد لله الذي هدانا لهذا وأكرمنا بهذا النبي المكرم ونسبنا إليه تشريفا وتعظيما وتكريما من قبل أن نسأله وهذا من محض فضل الله علينا وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فأتم فضلك علينا يا رب العالمين واجمعنا بحبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والبرزخ والجنة وفي كل أحوالنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر